أما بعد فيا معاشر أحباب رسول الله إذا تحدثنا اليوم عن آثر الزنا عن العبادات أو آثر العبادات على الزنا وجدنا أن الآثار معكوسة هي علاقة عكسية كلما صحت عباداته كلما قوي إيمانه كلما قويت المراقبة كلما عصمه الله بعباداته الصحيعة كلما ضعفت هذه العلاقة عن طريق تحويل العبادات إلى عادات وصارت جثة لا حياة فيها كلما فشل عند أول امتحان كما رأينا في هذا العابد من بني إسرائيل ومن كثير من الشيوخ الذين صلوا حياتهم كاملة ومع ذلك تجدهم يطوفون حول المؤسسات لم تلفح فقلنا كما قلنا في الجمعة الماضية إن أول خطر للزنا على العبد هو خطر على إيمانه فهو ينزع الإيمان قبل أن يزني ولذلك لكي نحارب هذه الآفة ونحصن أبناءنا ضدها فعلينا أن نشيع مسألة الإيمان في بيوتنا تربية في مدارسنا في مناهج التربية في المساجد دعوة في شوارعنا في منتداياتنا أن تصبح ثقافة ثقافة الفضيلة والعفة ينبغي أن تكون ثقافة وكذلك نقول اليوم إذا أردنا أن نرسخ هذه المراقبة الإيمانية علينا أن نرسخها بالمحافظة على العبادات وأن نؤديها على أحسن وجه حتى تنفعنا ورحم الله زمانا ونحن أطفال تلاميذ صغار كان المعلمون من جملة التزاماتهم تجاه التلاميذ أن يجمعوننا في الساحات ثم يقيمون الصلاة بنا ونحن أطفال فكانت الصلاة تقام في حرم المؤسسات التعليمية حتى الابتدائية رحم الله ذاك الزمان رحم الله زمانا قرن فيه أهله بين التربية والتعليم بين تقوية الجانب المعرفي وتقوية الجانب الإيماني فالعلم لا يترعرع في الإسلام إلا في أحضان الإيمان اقرأ باسم ربك لا إله إلا الله محمد رسول الله رحم الله تعالى ذلك الزمان هذا ما نقوله ونأمل أن يتحقق في بلدنا المسلم أما آخرون من أبنائنا فهمهم هو مواجهة التدين في البلد مساجد تريد أن تبلي مساجد تريد أن ترفع صوتها ليبلغ المسؤولين يدقون نقوس الخطر الأمة إلى أين الأمة في مجال الفضيلة إلى أين سياحة جنسية آذان يهدد 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 أمن السياح مصيبة هؤلاء ماذا يريدون ما قنعوش بالشنة رحل فيه مش بعوش مش بعوش فين مغوزين بفين ماذا يريدون همهم هو مواجهة موجة التدين ومحاربات ومحاربة الحركات الإسلامية والتخطيط للتضييق على الدعوة ففي ندوة حول استراتيجيات الحركة الإسلامية بين الدعوة والإرهاب اقترحت إحدى المتدخلات قالت لأجل محاصرة التدين في المغرب السمع فركم معيشوا جمالكم هذه متدخلة أنا قلت غير هذا التدخل في فندق من فنادق الرباط ولا ما أعطم الراكش ولا شوفوا بعد أقول عنوان شوفوا غير عنوان استراتيجيات الحركة الإسلامية بين الدعوة والإرهاب يعني أن الدعوة تلي عندهم إرهاب إذا أردنا أن نخضي على الإرهاب نخضيه على من هل دعوة شوف أنا أقرأ لكم واحد التدخل الحمد لله لا قالت وقعد صحر أنت واحد المرأة من هذه المسلمات المغربيات تبارك الله تبارك الله قالت اقترحت فقالت لأجل محاصرة التدين في البلاد يجب التركيز ليس فقط على الجانب الأمني ولكن يجب التركيز على البرامج التربوية ما أكفهمش تقليص التربية الإسلامية ما أكفهمش ما أكفهمش ما أكفهمش ما أعرف في الغري يوصلوا مخصي اسمعوا لا قرآن ولا أذان ولا ول 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 يجب التركيز على البرامج التربوية ومناهج التعليم ووسائل الإعلام والمساجد واسمو بغتل المساجد واسمو اسمح التلفقهم أخصوش يقول قال الله قال رسول الله وسلم عندها عندها أبنتي هذا بلاد بالسلمة إلما أرشقت لكش رح يخرجي رح يصب بليون هالبلاد شعب مغربي مسلم يقول ذلك الواقع والتاريخ والجغرافية والدين والدستور وكل شيء شو والمساجد تضييق في المساجد والمساجد وكل ما يتعلق بالشأن الديني يعني ينبغي أن تكون هناك خطة لتجفيف الإسلام على يد مغاربة واسمو خلال وسائل التربية منهج التعليم الإعلام المساجد الأسرة وجميع ما يتعلق بالشأن الديني لا إله إلا الله محمد رسول الله بل هناك من طالب صراحة هذا الأسبوع لا ركو قريطو تنصيص الدستور المغربي على أن المغرب ينبغي أي منبني على مرجعيات الديانات كلها ولا يقتصر على الإسلام لوحده كمرجعية للمغاري سنانة المغاري الدستور قلو المغرب ودولة دستورها ولا مرجعيتها العليا هي شكون هي الإسلام واليهودية والنصرانية والكونفوسوسية والبوذية والزرادشتية وكل شيء كل شيء والقوانين الدولية هذي راقي هذا لهذه السيمانة راقينا واحد الأمازيغي هذي الجمعية الأمازيغية اللي عندها علاقة مع ليهود مش حتى الإسرائيل منوك يقول لهم ليهود مساكن مظلومين كي مرهم مظلومين البربرة في المغاري لا إله إلا الله محمد رسول الله وفيهم من طالب بإلغاء هذه المادة وآخرون طالبوا باستبدال وزارة الأوقاف بوزارة الأديان قالوا علاش أسدي احنا عنا وزارة الوقاف الشوء الإسلامي عنا أديانة راكين تنصير في المغرب في الحوسيمة تنصير في الجبال دخل الناس للنصرانية ورأينا مغاربة يتحدثون باسم المسيح شوف أسدي الناس في الرهغادية لا إله إلا الله وفيهم من أصدر وثيقة يطالب فيها بالحرية الشخصية والمقصود أن يتمتع الشواذ بحقهم في الاعتراف القانوني والظهور العلني لاعتراف لهم بجريمة الزواج المثلي مكناز سيدي حمدوش لا إله إلا الله محمد رسول الله ومنهم من رفع عقيرته عبر الصحف يدافع عن عبدة الشياطين والمهرجانات الفاجرة وقد ظهرت عبادة الشياطين وعبدة الشمين جديد بشكل كبير في مدينة القنيطرة لا هذا الأسبوع كان الأولى إذا كنا ننشد لهذا البلد الأمن والاستقرار والرخاء كنا نريد أن يتجند الجميع في هذا البلد لوقف النزيف الحاد الذي يطول القدرة الشرائية للمواطن التي هبطت إلى الحضير كنا نتمنى من هذه الجمعيات أن تهتم بمشاكل المغرب البطالة أن تعلن عن مشروع لإخراج الأمة من عنق الزجاجة التي توجد فيها كي يشير جال صحبي اللي خرجونا هذه البلاد من هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نحن أخلوا كل شيء هذا الشيء فانكبوا عياذا بالله يضربوا ديننا فلا هم حققوا للبلاد قفزات في الدنيا والتنمية ولا هم تركوا ديننا والله آسيت إذا ما أنتم كنت تقولوا يخصناها البلاد خصات المياه ونكبوا على الملفات اللي كتشغل بالرأي دياله الشعب المكحور قضية الساكان قضية الأمية قضية البطالة قضية الخدمة قضية مستوى المعيشة سعى هالشيقع خلينا وقال هم ديالنا هو الدين كينديرون ونضيقوا على الحركات الإسلامية كينديرون حرب والتديون ونزيدوا في إشاعة الفواحش هذا مش روح هذا هذا وش مش روح أنت عم السلمين والذي ألجي نحو لا ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله على كل حال هذا هو الواقع وهذا يحتم على الأمة وعلى الطيبين منها أولا أن يعوو هذه المرحلة ثانيا أن يجتهدوا في أن يتجمعوا حول هدف سام يخدم دنيانا وآخرتنا ألا وهو آسي دي الله جازك بي خير أطهى الله في الدين ديالك هاي يمشي كل شيء خصي ما يمشي لنش الدين ما تمشي لنش العفة كل شيء يبغى يمشي احنا ما بغينا شيء يمشي ولكن يمشى الدين رأى أصل كل تنمية هو الدين فإذا صلحت علاقة الأمة بربها أصلح الله حالتهم في الواقع فإن الله لا يغير ما بواقع قوم حتى يغيروا ما في أنفسهم من علاقة مع ربهم هذا هو المطلوب وخاصة لمن يشهد الصلوات هناك أحداث خارج المغرب نسأل الله تعالى لإخواننا في العراق بعد السقوط المدوي خمس سنوات خلت عن ذكرى سقوط البوابة الشرقية للمسلمين بغداد نسأل الله أن يغرق الأمريكان هناك نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الذكرى التي لا تذكرنا إلا بمليون يتيم خمس ملايين يتيم مليون أرملة مليون قتيل أربعة ملايين مهجر مساجد هدمت خيرات نهبت أعراض انتهكت هي ذكريات أليمة نسأل الله أن يرفع كابوس الاستخراط على بلاد المسلمين فلسطين يعيش المسلمون هناك والحركة الإسلامية هناك في غزة تعيش شهرها العاشر في ظل الحصار العربي حصار عربي شديد شديد الوقع فنسأل الله أن يرفع الحصار عن إخواننا بما شاء وكيف شاء اللهم يا رب نسألك أن تطعمهم فإنهم جياع إنهم عرات فكشهم إنهم حفات فأحملهم انصر إخواننا في الصومال انصر إخواننا في الصومال اللهم إننا نستبشر كل مرة نسمع عن مدينة سقطت في أيدي مجاهدين في الصومال اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم إننا نسألك أن تجعل سقوط مدينة جوهر في يد المحاكم الإسلامية تمهيداً لسقوط أيضاً نقدشو نسأل الله أن يحرر المجاهدون عرض الصومال لإحباط المخطط الأمريكي في القرن الإفريقي اللهم انصر إخواننا في إفغانستان وانصر إخواننا في السودان وفي كل مكان اللهم عليك بالصهاين الملاعين وعليك بجند أمريكا الظالمين وجند الحلفاء المعتدين أرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار السماوات والأرضين اللهم بعد بيننا وبين الربا والزنا وكل ما يبعدنا عن رحمتك اللهم طهر قلوبنا من النفاء وطهر أعمالنا من الرياء وطهر أموالنا من الحرام وطهر ألسنتنا من الكذب وطهر أعيننا من الخيانة وطهر جوارحنا من كل مكروه اللهم إنا نسألك أن تستر بناتنا وأن تستر نساءنا وأن تستر بنات المغرب كلهن يا رب اللهم صرب الهن بصربال الحجاب وصربال الحياء اللهم صن أعراض المسلمين اللهم صن أعراض المسلمين اللهم صن أعراض المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا محمد السادس يا رب أره الحق حقا وارزقه اتباعه أره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه